حياكم بالزبدة معاكم خالد واليوم راح نشوف الـ LG V30 Plus والتريفون هذة كتناطرة فترة طويلة الجهاز هذة يحتوي على سناب دراجون 835 4 جيجا بايت رام مساحة 128 جيجا بايت دول سيم أو مايكرو اس دي كارد IP68 يعني قوي ضد الماية والاغبار الشاشة 6 إنش P-OLED تعتبر من أفضل الشاشات الحالية بالسوق البصل ما موجودة بالخلف مع الكاميرتين اللي تشوفونا مني الكاميرا الأولى كاميرا عادية تصويرها وايد حلو والكاميرا الثانية تعطيك وايد أنجل حق الأوقات اللي تبتصور شغلة كبيرة أو تبتصور منظر بطايلة هذا التليفون 3300 مليا امبير اور وهذه أنا ما شوفها سلبية لأن الجهاز شاشته OLED سكرين طبعا من الأعلى عندنا هدفون جاك مو بس الحين إنه تليفون أقام يشيلون الهدفون جاك هذا التليفون حطيلك هدفون جاك وحطيلك في شغلة اسمها DAC Digital Audio Converter معناته إنه صوت اللي هتعطيك هي بالسماعات وحتى لما تشتري سماعات غالية تحطهم على التليفون راح تسمع الموسيقى والأصوات تطلع بنقاوة وإذا أنت شخص تحب تسمع الموسيقى هذا التليفون حقك أنت أو الشي لما نشيل الجهاز أشوف إنه في شيء يصدمني هو وزن الجهاز الجهاز حيل خفيف وضعيف وكيدزاين من أحلى التليفونات اللي نزلوهم الصراحة في 2017 سلبية هذا التليفون إنه أشوف فيه سماعة واحدة من الأسفل وإنه نزل شوي متأخر الحين بينزلك الأس ناين صج إنه تليفونات لأندرويد تقدر تسوي كوستومايزيشن حق الكيبورد يعني تقدر تنزل سوفت كيبورد عليهم كلهم لكن تجربة الكيبورد هذا في التليفون هذا أفضل تجربة كيبورد أندرويد ليش؟ الفايبرايت أو الاهتزاز لما تضغط على الدقام في الكيبورد هذا الفايبرايشن من التليفون سلس جداً اللي يخليك تبي تكتب زيادة الشاشة تعتبر P OLED وهي نوعية من OLED سكرينز الوان هوايت حلوة وأشوفها من أفضل الشاشات اللي موجودة حالياً بالزوك من ناحية التصوير كاميرا التسلفي أشوفها عادي أما الكاميرا الأمامية حلوة لكن استخدام الوايد أنجل وايد أعجبني بالتصوير لأنه يعطيك مساحة أكثر بالتصوير وفي بعض الأحيان أشوف أن الوايد أنجل مفيدة أكثر من الزوم من ناحية التصوير الفيديو معطي لك شغلة اسمها تصوير اللوغ هذا التصوير عندي حالياً باللوغ بين عندكم أن الصورة باحتة لكن لما تتعدل عليها بالكاميرا أو بالسوفتوير اللي تتويه لأدتينج تعطيك صورة أحلى حق التصوير هذه موجودة في كاميرات الغالية تعطيك دايناميك رينج أكثر أثناء الأدتينج وعندك أيضا تصوير السيني فيديو اللي يعطيك صورة سينمائية أثناء التصوير التلفون هذا الشغال على أندرويد نوكت للحين وهذا شيء سلبي صراحة لاحي ما نزل عليه لأندرويد أوريو لكن سكن الألجيع شوفه خفيف وبعد استخدامي حق التلفون هذا خلال الأسبوع اللي طاف أشوف أنه حاليا هو المفضل لدي ما تشوف له دعاية وايد الألجي في ثرت يعطونا يا أكسالي تلغان موجود في معارضهم وموقعهم الأونلاين وإذا تبدو تروحون وتشوفون عندهم بالمعارض تقلون تسخدمونا إذا عجبتكم هذه الحلقة سووا لايك إذا ما عجبتكم تعرفون شو نتسوون وإذا تبدو تشوفون فيديوهات زيادة من الزبدة فالو على الإنستجرام أو سبسكرايب على اليوتيوب اضغط هنا على الشاشة عشان تسوي سبسكرايب وايد مهم لا تطفق حلقات لهاية من الزبدة وحياكم بالزبدة